النهاردة إن شاء الله يا جماعة هنبدأ في الدرس الوحدة الأولى في الهندسة وهي كلها بتتكلم عن المتجهات دي الوحدة يا جماعة الأولى في الهندسة الوحدة التانية هي الهندسة تحليلية اللي هي تكملة زي أنا قلت لكم الهندسة بتاعة 3 أعداد إيه بقى موضوع الكميات القياسية والكميات المتجهة تعالوا الأول يا جماعة يعني إيه؟ كميات قياسية كلام دي كله هتلاقيكم اسمعكم في الفيزياء وفيه تانية كميات اسمها الكميات المتجهة الكميات القياسية جماعة هي الكميات التي تعتمد على المجدار فقط زي ايه؟ زي الطول زي الكتلة زي المسافة زي درجة الحرارة حاجات كتيرة جدا اما الكميات المتجهة هي اللي بتعتمد على المجدار والاتجاه على المجدار والاتجاه لازم الاتجاه يكون مهمة فيه زي ايه برضو؟ زي حاجات كتيرة السرعة القوة الازاحة العجلة حاجات كتيرة جدا يبقى دي الفرق بين الكمية القياسية والكمية المتجهة قبل ما نبدأ اي حاجة لازم افرق ما بين حاجتين مهمين جدا اسمها المسافة والازاح الفرق بين المسافة والازاح المسافة يا جماعة هي المصار لحركة من نقطة البدا لنقطة النهاية يعني انا وقفت في نقطة الف وتحركت بقيت في النقطة با وبعدين من با وتحركت بقيت في النقطة جيم ادي الف ادي با ودي جيم او جيم تحركت هنا خمسة متر وليكن هنا اتنين متر يبقى المسافة هنا تساوي خمسة زائد اتنين بيطلع بسبعة متر طب الازاحة هي اقسر مسافة اكسر بالقاف اكسر هي دي اكسر مسافة بين نقطة بداية ونقطة النهاية ادي نقطة بداية هون ودي نقطة النهاية اكسر مسافة تقولي الخط المستقيم ده لو خمسة زائد اتنين بتساوي سبعة متر فحد يبقى قاعد مركز كده طبعا 7 متر في اتجاه الالف جيم لازم تحدد الاتجاه لان دي كمية متجعة فحد يبقى قاعد مركز كده يقول لي بس يبقى المسافة بتساوي الازاحة على طوف اقول له لا ده هي بس كمننا هنا مشينا على خط مستقيم واحد وما حصلش عكس الاتجاه تعالوا نرسم رسمة تانية انا وقفت من الف لباق وبعدين من باق لجيم وبعدين رجعت من جيم لباق تاني يعني انا مشيت من الف لباق لجيم من الف لباق وبعدين من باق الى جيم وبعدين رجعت يا محمود من جيم الى باق وبرضو هنا خمسة وهنا اتنين متر يبقى المسافة اللي انا تحركتها يا جماعة هي خمسة زائد اتنين زائد اتنين تطلع بتسع متر طب الازاحة يقول استنى نقطة البداية مين الف ونقطة نهاية مين باق طب يا استاذ دي ملهاش دخل بالازاحة الازاحة اكثر مسافة بين نقطة البداية ونقطة نهاية هي خمسة متر في اتجاه الالف باق نفهمها بطريقة افضل كمان يا جماعة او سؤال افضل لو انا رسمت مستوى احداثي زي اللي قدامكم كده وجيت قلت انا وقفت في النقطة الواو وتحركت النقطة الاف اتنشر متر يلا يا محمود وبعدين من الاف طلعت الباق خمسة متر ممكن تقولي المسافة كده يا محمود يعني انا من واو لالف اتنشر متر ومن الاف لباق خمسة متر يبقى المسافة كلها كان سبعتاشر يبقى اتناشر زائد خمسة تساوي سبعتاشر طب الازاحة بقى يا محمود ماليش دخل بالمسار اللي انت مشيته انا ليه دخل بنقطة البداية ونقطة النهاية اللي هي واو باق دي وهتبقى الاتجابة حكم يبقى الواو باق اقدر اجيبها بايه منظرية ايه باق دي يبقى اتناشر تربية زائد خمسة تربية تساوي تلاتاشر متر يبقى الازاحة تساوي تلاتاشر متر واسكت لا لازم اقول في اتجاه الواو باق في اتجاه ايه يا محمود واو باق نعمل قاضي يا جماعة اني دايما الازاحة اقل من او تساوي المسافة انت بتساويها في الحالة اللي قدامك ديها يوسر في الحالة ديها تياران اللي هي ايه يا فاطيمة الحالة اللي كنا ماشيين فيها على خط مستقيم بدون بدون ارجاع الى الخلف بدون عكس الاتجاه يعني انا ماشي على خط مستقيم للامام ومبرجعش للخلف مبرجعش لعكس الاتجاه هي دي يا جماعة الحالة الوحيدة اللي الازاحة فيها بتساوي المسافة طب والباقي كلها مستر الازاحة اقل من المسافة ازاحة والمسافة. نيجا يا جماعة نبدأ في حاجة زغيرة خالص كده. وفضل جزء بعدها ويبقى كده درس الحمد لله خلص زي ما انا قلت لكم درس زغير جدا. انا لو رسمت مستقيمين. متوازيه. مستقيم اسمه قلب با. وحطيت نقطة جيم تنتمي ليه كده. ومستقيم تاني اسمه سين صاد. وحطيت نقطة عين تنتمي ليه. ومستقيم تالت يا جماعة خالص. لا يوازيهم. مستقيم بعيد عنهم خالص. جيم. لا جيم انا عملتها. دال. وو. وحطيت نقطة هي علي. عايزين نتكلم دلوقتي يا جماعة عن شعاعين. طبعا الشعاع. الاشعاع او الشعاع انتو عارفينه. اللي هو قطعة مستقيمة ممتدة من احد طرفين. شعاعين. متحدة الاتجاه. وشعاعين. متضادان في الاتجاه. واخر حاجة شعاعين. مختلفين. مختلفين. قلك عشان يبقوا شعاعين متحدة الاتجاه. ومتضادين في الاتجاه لازم يحصل شرط واحد يكونوا الاتنين على مستقيم واحد او على مستقيم متوازين لازم الشرطين دول يحصلوا يا جماعة يكونوا موجودين على مستقيم واحد او على مستقيم متوازين خدوا نفس الاتجاه يبقى متحدة الاتجاه خدوا عكس الاتجاه ما متضادان في الاتجاه تعالي يا رانا نشوف كده لو انا قلتلك يا رانا الف جيم وسين عيم دول على مستقيم من متوازين يا رب واخدين نفس الاتجاه دي اتجاهه الاسفل ودي برضو اتجاهه الاسفل يبقى واخدين نفس الاتجاه ولا عكس الاتجاه يا رب معايا يا رب نفس الاتجاه الله يبرك فيك يبقى هم متحدين الف جيم شعاع او يا جماعة بالله عليكم ركزوا الف جيم وسينعين طب صين صاد نفس الكلام متحدة الاتجاه متحدة الاتجاه تمام طب جيت اتكلمت عن مثلا با ألف وسين صاد ممكن تقولي يا رارة با ألف وسين صاد دي اتجاهه الأعلى ودي اتجاهه الأسفل إباكا متضضين الله يبارك فيك متضضين في الاتجاه با ألف وسين صاد طب اتكلمت عن سين عين يا جماعة وعين صاد تقولي دول متحدة الاتجاه سين عين اتجاهه الأسفل وعين صاد اتجاهه الأسفل يبقى سين صاد وسين عين أنا قلت متحدة الاتجاه ومتضضين في الاتجاه لازم أن يحققوا شرطين إن هما يكونوا على مستقيمين متوازيين أو على مستقيم واحد طب جيم با وجيم ألف جيم با يا فاطيمة وجيم ألف متضضين تمام جيم با وجيم ألف متضضين في الاتجاه كده خلاص عرفنا الشرطين يا جماعة إن هما يكونوا على مستقيم واحد أو على مستقيمين متوازيين لو متحدة الاتجاه يبقوا لهم نفس الاتجاه أما لما يكونوا متضضين واحد واخد اتجاه والتاني واخد عكس الاتجاه إيه بقى يا جماعة شعاعين مختلفين دول معناها لا يكونوا على مستقيم واحد ولا على مستقيمين متوازيين يعني أي حاجة من المستقيمين دي مع ده أي حاجة ده الهاء مع سينسا على طول دول مختلفين يا استثمار سيدي اتجاه الأسفل يا جماعة المشكلة إن هما مش مستقيم واحد ولا مستقيمين متوازيين يبقى ما ببصش على الاتجاه دي قصة تانية أنا ما ببصش على الاتجاه لإن الاتجاه دي استحالة يبقى نفس الاتجاه ده لإنهم غير متوازيين ولا مستقيم واحد دي كلام بسيطة يا جماعة ما روش أي علاقة حتى باللي احنا هنقوله السنة دي ملخص الدرس كله أنا مجمحولكو في ورقة واحدة نبدأ بس يا جماعة ناخد مثال اللي هو بتاع الشعاعين دي يلا يا فاطيمة بيقول لي ألب باق جيم دال مستقيم مستقيم تقطع قطرة في مين هذه القطرين تقطع في مين ها تنتمي الألف دال بيقول لي بيين أي ملك شعاعي متحدتين الاتجاه ولا متضادين في الاتجاه ولا مختلف الاتجاه ألب باق وجيم دال هذه ألب باق وجيم دال عايزي أسألك أول سؤال ألب باق وجيم دال موجودين على نفس المستقيم أو مستقيمين المتوازين هتقول ليه لأي أو لا ممتاز مدام متوازين أو نفس المستقيم يبقى بدقول على متحدين أو متضادين مليش داخل بدي خالص تعالي نشوف ألب باق اتجاهها الأسفل وجيم دال اتجاهه الأعلى يبقى ما لهم متضادين متضادين برضو يا فاطيمة كميلي معي ألف ها ودال ها ألف ها ودال ها موجودين على مستقيم واحد أو مستقيمين المتوازين أيو مستقيم واحد تمام يبقى معنا كده لمتحدين لمتضادين ألف ها اتجاهه لليسار ودال ها اتجاهه لليمين متضادين يبقى متضادين برضو كميلي معاي ألف ميم وألف جيم متحدين ليه؟ لأنهم على مستقيم واحد دي أول شرط لازم تقوليه وهم واخدين نفس الاتجاه يبقى متحدة الاتجاه تمام يا فاطيم ممتازة يلا يوص باق ميم وميم جيم باق ميم وميم جيم كده كده يوص باق ميم وميم جيم دول موجودين على مستقيم واحد ولا مستقيمين متوازين ولا مستقيمين ما لهمش علاقة ببعض لا مستقيمين ما لهمش علاقة ببعض يبقى على طول جاري أقول له مختلفين مختلفين يلا ده الهاء وجيم باء ده الهاء وجيم باء دول مستقيمين متوازين ممتازة يبقى لمتحدة لمتضادين ثوانية ده الهاء وجيمب لا متحدة متحدة الاتجاه او متحدين يا جماعة اي كلمة باق ميم وميم ده باق ميم وميم ده هم على نفس المستخدم فهتبقى لمتحدين لمتحدين مسما تجيش متحدة الاتجاه باق ميمة يا جماعة وميم ده الاتجاه كله نفس الاتجاه كده ممتازين نرجع بقى للمتجهات تانية كلين عارفين يا جماعة الفرق بين القطعة المستقيمة اخذناها قبل كده طبعا والنهاردة ان شاء الله هنزود القطعة المستقيمة الموجهة الموجهة هو ايه الفرق بقى بينهم تعالوا نشوف كده القطعة المستقيمة بتاعت اللي ابتدائي بيبقى قلب بقى ها خمسة سنتي مثلا بنقول قلب بقى بنقول بقى ألف اي حاجة الاتنين زي بعض بيساوي خمسة سنتي اما القطعة المستقيمة الموجهة يعني لها اتجاه بنقول قلب بقى متجه بنقول بقى ألف متجه بقى ألف متجه يعني بدايتك بقى هنا بدايتك ألف السهم رايح لباق وعلامة المتجه يا جماعة هي العلامة دي هي العلامة دي احنا في الرياضيات يا جماعة كانش ينفع نعمل علامة المتجه كده لان دي علامة الشعاع فعملناها واحدة بس دي علامة المتجه لما شوف ألف باق متجه يعني نقطة بدايته ألف ونقطة نهايته باق تمام المتجه يا جماعة بيبقى ليه حاجتيه له طول وبنطلق عليه كلمة معيار يعني الطول طول المتجه بنقول عليه معيار المتجه وله اتجاه يبقى اي متجه له طول اللي هو معيار وله اتجاه اتجاهه هنا من ألف إلى باق نقطة البداية ألف ونقطة النهاية باق والاتجاه من ألف إلى باق ايه بقى الطول يعني مثلا لو هنا خمس فبنقول طول المتجه يعني معيار دي علامة المعيار ايه ده عامل زي مستر القيمة المطلقة ايوه القيمة المطلقة بيبقى جوها كمية قياسية اما المعيار بيبقى جوها كمية متجهة يبقى دي علامة المعيار يا جماعة بنكتب معيار ألف باق متجه يساوي خمسة سنتين يبقى المتجه ليه حاجتين له اتجاه وله طول أو معيار طول اللي هو معيار معيار المتجه بيساوي خمسة سنتين ستة سنتين على حسب الطول يعني طب ينفع نقول عليها باق ألف تقولي لي لأ باق ألف حاجة تانية خالص طب ارسم هالي كده ادي مثلا ألف ودي باق وانت عايز ترسم باق ألف متجه يبقى هتبقى السهم كمه لازم تبقى نقطة البداية باق ونقطة النهاية ألف والمتجه يبقى الاتجاه رايح من باق لألف يبقى فيه فرق ما بين ألف باق متجه يا جماعة وباق ألف متجه طولهم ممكن يكون متساوي أما الاتجاه مختلف تماما مختلف تماما هنيجي باقى الجزء مهم جدا اسمه القطعتان المستقيمتان المتكافئتان دي آخر الجزء في الدرس يعني إمتى المتجه ألف باق يكافئ دي معناه المتجه وليكن جين دال مثلا قال لك لو حق شرطين إيه هم الشرطين قال لك يكون لهم نفس الاتجاه يعني يكون متحدة الاتجاه ولهم نفس الطول اللي هو المعيار مش فات هقول لو رسمت المتوازي ودامك وكده هرسم متوازي أضلعه ودامك أهو وحطيت يا جماعة هنا ألف باق جيم دال وصلت الكترين وحطيت نقطة هذه يا جماعة معنا متسوين في الطول ولهم نفس الاتجاه طب لو جيت قلت ألف باق هاضر ألف باق يكاف ألف باق يكاف دال جيم مينفعش يا أستاذ أقول جيم دال لا طبعا لأن ألف باق اتجاهه الأسفل لازم المتجه اللي يكافؤه يكون اتجاهه الأسفل وعلى مستقيم بيوازي أو على نفس المستقيم طب رقم ثلاثة باق مين تكاف باق مين كده يا جماعة يكاف مين دال لأن الكتران ينصب كل منهم الآخر طب ينفع أقول دال مين غلط طبع لأنه كده متضدام في الاتجاه فلازم أقول مين دال وكذا بقى طب لو قلت ألف مين يكاف طبعا كلنا لو مركزين هنعرف ألف مين يكافئ هيكافئ مين جيم لأنهم واخدين نفس الاتجاه ولهم نفس الطول يبقى مين جيم يبقى لهم نفس الاتجاه ولهم نفس الطول يبقى معنى كده دول متجهين متكافئين نبدأ أسئلة يا جماعة كده خلصنا الدرس أنا أعمل لكم الفرق بين المسافة والإزاحة والقطع المستقيمة والموجهة بتتحدد نقطة بداية نقطة نهاية والاتجاه من البداية إلى النهاية تعالوا نبدأ مع أول سؤال تمام يلا يا رنو نبدأ أول سؤال كده ألف با جيم دال متوازع أضلع فقاطع كطرا في مين جاء اللي يا رنو هاء منتصف الألف دال اسكر القطع المستقيمة الموجهة إن وجدت التي تكافئ ألف با متجه يا رنو يكافئ ألف با متجه دا يكافئ دال جيم تمام دال جيم متجه طبعا طب دال ألف يا رنو تكافئ جيم با جيم با منتزه يلا كملي معي مين با يكافئ مين با اتجاه اتجاه راح لبا لأ ميم دا الميم صح يعني لو قلت ميم الله يبرك في كده الميم كده صح طب ألف ميم برضو يا رنو هيكافئ كده جيم ميم لأ ألف ميم كده اتجاه لو قلت جيم ميم يبقى كده عكستي كده اتجاه صح أنا عايز نفس الاتجاه ويكون لي نفسه ميم جيم أيوة كده صح ميم جيم ألف ها آخر حاجة يا رنو ألف ها رقم ستة ألف ها تكافئ ألف ها أخذي بالك دي بتسوي دي هتكون حق دا نمتز طب ميم ها ميم ها تكافئ هو طبعا أيل إن وجد يا جماعة ميم ها تكافئ جيم دا لأقولك لأ ما بتسويهاش في الطول طباق آلك برضو ما بتسويهاش في الطول آه يلوم نفس الاتجاه لأن هنا من منتصف لمنتصف يبقى بيوازل ضلق السلس وبيسوي نصه دي عيلينها من الأعداد بس هيها ما بتسويهاش في الطول يبقى لا يوجد لا يوجد أي متجع يكافئ الميم ها تمام خديجة سمعاني تحلم معي السؤال اللي جاي ثانيا طب سمعاني يا سرع لو سمعاني يا سرع ممكن تفتحها المايك تحلم معي السؤال اللي جاي طب تفضل يا عمر بيين لماذا تكون القطع المستقيمة الموجهة التالية غير متكافئة يلا يا عمر بيقول لي ده المين وده البا آه طب مستر الدول مش متكافئين عشان مش متسويين في الطول الله يبرك فيك غير متسويان في الطول ممتاز يا عمر غير متسويان في الطول او ليس لهم نفس المعيار يا جماع الطول اللي هو المعيار طب ألف دال وجين با ألف دال وجين با ما متسوين في الطول بس مش متسوين في الاتجاه الله يبرك فيك متضادان في الاتجاه طب ألف ميم وجيم ميم يا عمر ما برضو متسوين في الطول بس بقى متضادين في الاتجاه الله يبرك فيك ممتازح متضادين في الاتجاه دي يا جماعة الإجابات بتاعت الدرس الأول هي غلط لا طبعا كلها صح ودي اللي أنا شرحت بس في الدرس التاني يا جماعة هنيجي على الميمهاء ده أنا ممكن أطلع له متجه يكف طب ما نخلينا في الدرس التاني لا فيش مشكلة بس أنا عايز أقوله على حاجة في ناس كتير يا جماعة بيفكروا أن شرح المنتجات هو الدرس الأول وبعد كده بقى نبدأ نفلي مسائل عن المنتجات في الدرس التاني لا هو هيضيف لي حاجات ما كنتش بقول عليها في الترم الأول موجودة زي السؤال ده وهيبقى موجود في الترم التاني آسف هيبقى موجود في الدرس التاني تعالوا نشوف كده ميمهاء تكافئ بقى ألف تقولي لي لا لأنها مش واخدى نفس الطور بس واخدى نفس الاتجاه أيضا لأنه جاي من منتصف لمنتصف فبوازي ألف بقى ده طب ما أنا ممكن أعملها كده يبقى ساعة تصعب ميمهاء يا جماعة بيكافئ نص بقى ألف لأنه هو بيساوي نص بقى ألف أصلا لأنه جاي من منتصف لمنتصف فبيوازي الضلع ده وبيساوي نص يبقى واخد نفس الاتجاه وبيساوي نص ألف بقى يبقى ميمهاء تساوي نص ألف بقى وصح طبعا صح وحنيجي من الدرس التاني هيبقى معي النص والضعف والثلاث أمسات فلازم أقولك عليها دلوقتي حتى لو معلوم طب الألف بقى راناكب بتقول لي بيكافئ الدالجيم طب أنا ممكن أقول لها حاجة كمان يكافئ اتنين ها أمين يكافئ أنا بقول له الألف بقى يكافئ الدالجيم صح أنا بقولتش غلط بس ممكن أزود عليه كمان يكافئ الدالجيم صح يكافئ كمان السالب جيم ده يا أستاذ دي غلط أقول لها ليه تقول لي لأنه قالب بقى ده يكافئ الدالجيم واخدين نفس الاتجاه أما أنت هنا بتقول جيم دال جيم دال دي مش في اتجاه أقول لك من أضرب في سالب السالب ده عكس الاتجاه يبقى يا جماعة المعلومات دي صح وحنتأكد منها إن شاء الله في الدروس اللي جاي كده عمر حل ورانا وفاطيمة ويسر يلا يا محمود طبعا المثلسين دول متطبقين يا جماعة ضلع بيسوي ضلع وعده ضلع بيسوي ضلع والزاوية دي تسوي الزاوية دي بالتقابل بالرأس إذن المثلسين متطبقين بيقول لي في أكمل ما يعطي بوضع تكافئ أو لا تكافئ ألف ميم وميم دال يا محمود بص الألف ميم وميم دال دول بيكافئوا بعض يبقى كلمة يكافئ ليه؟ لأنهم متساويان في الطول متساويان ولهم نفس الاتجاه طب ممكن تقولي اللي بعدها ألف باق آه ميم باق وميم جيم ميم باق وميم جيم ميم باق وميم جيم متساويان في الطول بس لهم نفس الاتجاه ميم باق لأسفل هاو وميم جيم لأعلى يبقى لا يكافئ لأنهم متضادان في الاتجاه يلا يا محمود اللي بعدها ألف باق وجيم دال ألف باق وجيم دال طبعا المسلسل متطبقين يا جماعة فالألف باق عيساوي الجيم دال يبقى يكافئ ولا لا يكافئ يكافئ لأنهم متساويان في الطول لو في الاتجاه باق ميم وباق جيم باق ميم وباق جيم محمود لا يكافئ ليه؟ لأنهم غير متساويان في الطول طب ممكن يا محمود أقول لك كلمة واحدة كده وتقول لي لو أنا قلت باق ميم ونص باق جيم باق ميم ونص باق جيم ممكن يا محمود تقول لي يكافئ ولا لا يكافئ الله يبارك فيه تمام يا حبيب ليه؟ لأنه نص كده باق يا جماعة باق ميم ونص باق جيم ما هي باق ميم أصلا بتساوي نص باق جيم نبص على الاتجاه باق ميم لأعلى وباق جيم لأعلى ناخدين نفس الاتجاه يبقى كده يكافئ دي من عندين اتفضلي يا الله يا فاطيمة اتفضلي يا فاطيمة بيقول لي قالب باق جيم ده المتوازة أضلاء ألف جيم تقاطع باق دال في ميم آخر السؤال يا جماعة وحنبدأ في الدرس اللي انتوا كنتوا لسه بتقولوا لعدل اللي هو المتطبقات المسلسية بقول لي اسكر القطعة المستقمة الموجهة الوجهة باق ها تكافئ واميم واميم ممتازة ممكن تجيب حاجة كمان واحدة كمان وممكن لأقول هاق الف هاق الف تمام ممتازة طب أنا لو قلت نص جيم دال صحي ولا غلط يا فاطيمة سوا اني بشوف فين جيم دال ها جيم دال او صحي تمام يبقى كل دي صح يا جماعة واللي عايز يزود يقول لي سالب ألف ها صح سالب ها با صح سالب ميم واو صح كل دي صح تمام يلا يا فاطيمة ميم با ميم با ده الميم ممتازة طب لو قلت نص دالباب برضو بسألك صح ولا غلط دالباب صح تمام يلا ميم ها واو با ميم ها واو با تمام لا قولي زي ما انت عايز تمام وابا تمام يلا ألف جيم ها هي اللي احنا درسنا في الدرس الأول لا يوجد اللي درسنا في الدرس الأول ده لا يوجد اما احنا ممكن احنا بقى عارفين ممكن اقول بصوا كده اتنين ألف ميم صح ولا لا اه اتنين واتنين ميم جيم صح صح يبقى لما لا يا جماعة مكتوب لا يوجد هنا ما تقوليش هو المسطر جاب الإجابتين دي منين او جاب سالب جيم ألف كمان من ايه ما انا قلتلكم انا بقى جاهزك للدرس اللي بعد ما جيش في الدرس اللي بعد اقول يا جماعة يلا بقى احنا هنا هنبقى نحل بالاتنين والنص والتلت لا لازم ابقى عارف الدرس دي مالوش اي اهمية الدرس دي بيعرفني يعني ايه متجه بس يلا يا فاطيما ألف بقى يكافر دا الجيم دا الجيم ممكن تقوليلي إجابة كمان سالب جيم دا ماشي ألف ألف أتنين ألف ها ممتازة وايه تاني أتنين ها أو أتنين ها أو أتنين ميم و ممتازة يلا آخر حاجة بقى جيم تكافر ألف دا ألف دا وبرضو اتنين ها ميم تمام ممتازة يا فاطيما يلا يا فاطيما باين لماذا تكون القطعة المستقمة اللي أمامك غير متكافئة قولي اللي اتنين كده وقولي اللي هما ايه السبب اللي هم خليهم غير متكافئين ميم ها وبقوا الاتجاه تمام ميم ها وبقوا يعني متضادين في الاتجاه ألف جيم وميم جيم ألف جيم وميم جيم التول غير متساوين في التول أو ليس الام من ه يروح وبقوا وأوجيم متضادان في الاتجاه متضادان في الاتجاه بق ألف ودالجيم بق ألف ودالجي متضادين في الاتجاه متضادان في الاتجاه ممتازة في أي حاجة يا جماعة صعبة ممكن نحلها أي حاجة أنا معك يا جماعة تمام كده احنا الحمد لله خلصنا الدرس اللي أنا كنت أقول لكم علي كده خلصنا هسيفه بس لكم عشان أبعط لكم